طيب اخبارنا النهاردة اخبار البيت الكبير النادي الاهلي الاهلي النهاردة راحة سلبية قبل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب ايضا موسماني بيطلب من معاوني تقريرا مفصلا عن المقاولون العرب واكرم توفيق بيعلن جاهزيته لجراحة الصليبي بصورة مع طبيب الاهلي زي ما سمعنا امبرح كابتن اكرم توفيق وهو بيطمننا جميعا على ان شاء الله ان هو يكون كويس والحمد لله ناس كتيرة يعني كلمتني بتشكر البيت الكبير قلت له مجمعة والله ده طبيعي ان انا بحاول كل مرة ان انا طمنكم على الناس اللي انتم بتحبوها او اللعبة اللي حضراتكم دايما بتحبوهم بنحاول انهم يكونوا دايما معنا وزي ما حضراتكم شايفين صورة اكرم توفيق ان بارح الحياة كان في الشرقية وكلمنا وقال لك اهونا جاهز جاهز ان شاء الله دائما يا اكرم والحمد لله ان احنا اطمننا علي ان بارح ويعني ان شاء الله يرجع علينا في اقرب فرصة اهلي يطمئن على علي معلول في فندق العزل بعد اصابته بكرونه هنعمل ايه؟ علي معلول اصيب بكرون هيقعد اسبوع هيقعد عشر تيام على حسب ونشوف يعني علي مش هيلعب المباريات القادمة او المباراة القادمة او المباراتين القادمتين على الاقل يعني مع المنتخب التونسي وبالتالي منتخب التونسي هيفتقد علي معلول ان شاء الله يرجع ويقوم بالسلامة ويبقى زي الفل النجم الكبير علي معلول